من جوة دار المسنين كان لنا هذا اللقاء تعالوا نتعرف على إحدى نزلاء الدار ونتعرف عليها ونتعرف كمان بقالها كم سنة هنا ونشوف مدى الرعاية ومدى الاهتمام في الدار لكن خلوني في البداية أرحب بيها أهلا بحضرتك أهلا بك نتعرف على حياتك دكتورة دكتورة سميرة نجيب أستاذة في كلية طب الأسر العيني أستاذة أمراض دم أستاذة أمراض دم طيب بقالك كم سنة هنا وي دكتور قربت على ست سنين قوليلي الفكرة يعني حضرتك اللي فكرت إن أنا عايزة أروح دار مسنين ولا حد مثلا من الأولاية حد من العيلة هو اللي اقترح عليك بالعكس يعني هما كانوا ضد فكرة إن أنا أجي دار مسنين كل حد عايز ياخدني في بيت وأنا محبتش عندك أنا أجيب أعدس باستقلالي ذاتي وفي قطي وكل حاجة عندك أولادة دي عندي ولد وبنتين تلاتة دكتورة واحدة منهم دكتورة في أمريكا والاتنين هنا في مصر واحدة اللي هي رئيسة معمل سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين والولد أستاذ في كلية طب طب كلمينا بقى عن الدار هناو يعني الخدمات اللي بتتقدملك الرعاية الاهتمام خلينا نعرف أك لا الحقيقة حلوة أوي حلوة أوي فعلا يعني وعندنا اللي بيخدموا رائعين وعارفة قلبهم على المريض وحلوين أوي بتقضي يومك إزاي هن؟ هنا بصي يعني بص على الصبح أفتر أتفرج شوية على قنوات الـ CTV واللوجوس وكده وبعد كده منطلع كل يوم على الساعة 11 عندنا من 11 إلى 12 درس كتاب أنا بقرأ الإنجيل وبشرحوا لهم على قد ماضر حياتك اللي بتقرأ الإنجيل وبتشرحي كنت خادمة قبل ما تيجي هنا بس أنا حسيت أن ربنا جابني هنا عشان أبتدي خدمتي يعني حسيت أن دي الفرصة بتاعتها طب الأنشطة هنا عبارة عن إيه؟ هي بصي دراسة الكتاب دي نمرة واحد بعد كده في ترانيم التسبيح لكن يعني إحنا ما بنعملش أكتر من كده واللي عند كل واحد عنده شاشة في الأوضة تليفزيون بيتفرج على البرامج اللي يحبها فيه أداس أسبوعي ولا بيكون أدي؟ فيه أداس طب ساعات ما بيقدروش يبقى أسبوعي لكن يا أسبوعي كل 15 يوم على حسب الكاهن اللي فاضي يعني فيه رحلات أو أنشطة خارج الدار؟ آه فيه على الكنيس مصر القديمة، كنسة العدرة لللي قادر يروح بيروح مام عيدة أنت بتقضي يومك هنا إزاي؟ يعني أحكي لنا يومك ماشي إزاي هنا؟ يومي أسبوع الصبح بقعد هنا أفتر وكده بعدين أطلع بره مع إخواتي المدام الدكتورة بتعمل لقاء وإنجيل وبتاع لغاية الساعة واحدة بعد الساعة واحدة أخش جوه قاعد عندي في القوضة جوه قاعد على كرسي واتفرغ على التلفزيون بيبقى فيها حاجات دينية وحاجات كوية لغاية بعد الغد أنام شوية وأقوم ممكن أكامل الفيلم اللي أنا ما أملتهش وبعدين أقعد بقى في التلفزيون قاعد هما كده يعني طيب يعني ماما دايما بيبقى في مشكلة مثلا عند الأم بعد ما بتجوز ولادها وكل واحد في يوم يبقى عنده بيته ومستقل بحياته بتحس إنها زي أنا وعندها وقت فراغ حضرتك يعني لقيت بقى الموضوع هنا عامل إزاي الموضوع هنا كويس الحقيقة يعني استريحت لأن أنا كنت قاعدة الوحدي بعد ما أولادي كلهم اتجوزوا وقاعدة الوحدي وبعدين بالليل دخل الحمام وقحت لما وقحت طبعا عادت يوم بنصف الحمام لما جات للشغالة فتحت علي واتصلوا بأولادي ودوني المستشفى هنا عملول عملية كبيرة في رجلي وعند العملية دي جيت هنا على طول لإني ما عنديش حد في البيت أولادي دكتور عماد اللي هو ده في أمريكا وبنتي مش هنا منصوره فوق هنا في لندن وابني هنا يعني ظروفه صحية مش قوي وما قدرتش أعود عنه فهم جابويني على طول من المستشفى على هنا وأنا الحمد لله مبسوطة لأن كلهم هنا إخواتي يعني والبنات الصغيرين كلهم بعملهم أحفاد لأن أنا حفيدة للتنين دولة أكتر خدمة بتتقدم لك إيهي؟ كل حاجة أصدقيني يعني وهديد بالهم بني قوي قوي لأن تعبنا قوي زاد عن للزوم وكل حاجة بحبها بيجيبها لي وبطلبها أي حاجة بطلبها بيعملوا هالي وهنا بدمير باتوحدة بالها بني قوي 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 فالحقيقة هنا ممتاز إحنا بنحي معاكي مدام ميرفد طبعا طب قوليلي أكتر خدمة بتتقدم لك أو أكتر مكان مثلا بتخرجه فيه بتحبي بتروحوا رحالات بتعملوا أنشطة كتير وفيه إذا رحالات وكله بس أنا بقدرش عشان بقدرش أمشي لا يتعبانة وأنا بقدرش أخرج وبعين قرية الإنجيل بقى هنا مع وضعنا عن كل حاجة يعني دكتورة سميرة الحقيقة مع وضعنا عن كل حاجة كل يوم بتقريرنا الإنجيل وشرح طبعا كل واحد مش قادر يفهم كله بقى تشرح لنا بطريقة تخلينا نفهم بسهولة جدا فدي حلوة قوي قوي حقيقة أجمل حاجة أو حسنية فيها حاجة ضربات قلبها سريعة تصرفك بيكون إيه معي؟ الأول بحاول أفوقها بقس لها الضغط بقس لها السكر بقس لها النبط وبحاول أفوقها وبعدين ببلغ التصوني عشان تيجي بدكتور وانتبعها والدكتور بيجي بقى بسرعة وبيكون فيه إجراءات سريعة لو هتاخد أدوية أو هيكون فيه إشعاعات أو هيطلب تحليل أو حاجة؟ آه كل حاجة بتبقى سريعة هنا فيه هنا دكتورة إحنا متابعين معهم دايما وأول ما بنطلبهم بيجونا على طول طب يا ريمون ده بحكم أني أنت في دار مسنات وطبعا السيدات خاصة والكبار في السن بيبقى عندهم ممكن مشكلة نفسية حاسة أنها وحيدة حاسة أنها كبرت شكلها تغير طب يكون فيه مشاكل نفسية ممكن تقابلها إزاي لو لقيت واحدة عندها مشكلة ابتدت تقعد لوحدها تبقى معزولة عن صحابها أو صديقاتها هنا في الدور إزاي بتحاول تخرجيها من الموت ده وتطلعيها منه؟ بحاول أعود معاها ألعبها عملها الحاجات اللي هي بتحبها وبأكلها بشغلها تلفزيون بنلعب في الموبايل إن حكي عن ولادها نكلم ولادها في التلفون وده كله بيغير من الموتهم لأنهما بيبقوا بعدين هنا بيبقوا بعد عن ولادهم وكده فدي حاجة بتبقى بالنسبة لهم صعبة فإحنا لما بينكلمهم وينتبع معاهم فهم بيتبسطوا بحاجة زي كده وأنا ممكن أرجح حالتها النفسية أنها تبقى كويسة وتقعد معنا بأن أنا أكلم حد من ولادها ترجمة نانسي قنقر فيه وقت معين للزيارات يعني مثلا بنتك إيمان ربنا يخليهالك حد من قريبك أو كده فيه أوقات معينة للزيارة ولا في أي وقت ممكن تجيلي وقنت معينة الحقيقة بس طبعا بممكن في الدور العاشر جوا وانبسطوا مدام مرفة الحقيقة عملت ورود وحاجات حلوة أنا بحبها فكونوا يعجوا يتونسوا معي بس لما جاء دور بعد عنكم كلكم الكورونا منعت الحقيقة منعت خالص إنه يعني اللي ما يقولوا لي مش عارفة إيه أي حد يقولهم هي بتخاف علينا أكتر من نفسها إحنا دلوقتي في المطبخ ومعانا الشيف مايكل اللي بيعمل بقى كل الوجبات للمسنات إزاي الأكل بيكون صحي وبيكون فيه نسبة معينة من التوابل مكونات معينة ده اللي إحنا هنعرفه منه النهاردة أهلا بك يا شيف أهلا بك أنا منحب اللي إحنا نعمل الأكل زي أورجانيك منقدم الضايد المسنين وطبعا قلة الملح والفلفل والكلام ده كله إحنا منعمل جميع أنواع الأكل الانترناشران والميدن إست منحاول نحنا نعمل حاجة منحافظ على نظافة الهلسي والهلسي بتاع الفود منحاول نحافظ على نظافة الحاجة لد ما توصل للمسن وطبعا أهم حاجة طبعا في الأكل عامة النظافة وطبعا زي أكيد أنتو بتهتموا بيها بصفة خاصة المسنين هنا معنا طبعا بسبب يعني حاجات في حاجات معينة مثلا زي النشويات منحاول نقل منها جدا وأكيد طبعا يا شيف كل حالة بيبقى ليها يعني مثلا اللي عنده السكر غير اللي عنده الضغط غير اللي عنده كروسترول غير اللي عنده مشاكل كلا كبد الكلام ده فأكيد كل واحدة بيبقى ليها مقاييس معينة في الأكل أهم احنا عندنا في حدود 30 هنا مسلم منحاول نعمل اللي احنا كل واحد نحاول نرديه والحاجة اللي هي مثلا بالنسبة للضغط للسكر للكلام ده كله منحاول نزبط النشويات الأكل شوية يبقى قلة الزيت الفلفل الكلام ده كله طيب شوف كلمنا مثلا عن احنا دلوقتي كلمنا عن الفطار الغداء العشاء طيب قولنا مثلا ممكن يكون فيه ايه من الحلويات اللي ممكن تكون بتتقدم لهم العصاير الحاجات دي بيكون مواصفاتها مثلا بنعمل ساعات رمان بنعمل فروض صلاة بالنسبة لداخل مع الغداء فاكها على طول سبت على طول في الغداء بالنسبة للعشاء مرة كيك بس بالنسبة للسكر طبعا منقللها خالص الحاجات المقبلات الخفيفة اللي هي مع العشاء اشتركوا في القناة ومكملين معاكم مشاهدينا من احدى دار المسنات بالمعادي وطبعا كل دار لازم يكون بيميزوا حاجة معينة ايه اللي بيميز الدار اللي احنا فيه هل فعلا فيه نشاط ممكن يكون نشاط رياضي هل ازاي اقدر اخرج المسن من جو اللي هو قاعد لوحده حسس بالعزلة لانه هو يشارك يكون اجتماعي ما يكونش منطوي الحالة النفسية بالنسبة له ممكن تكون عنا ازاي فعشن كن موجودين في الدار النهاردة وما نقابلش مشرفة الدار وهو بيشرفنا يكون معانا استاذة مونة فوزي مشرفة الدار اهلا بحضر لك يا استاذة مونة زي ما كنت بتكلم كل دار اكيد فيه حاجة معينة بتميزه عايزين نعرف ايه اللي بيميز الدار هنا احنا حدرت تتكلمي على حاجة خاصة بالمسنين احنا الاول بيميز الدار المكان تمام بالموقع نفسه لان احنا كل قواد المسنات بتبقى على المين فده موقع بالنسبة للموقع لكن بالنسبة للمكان احنا هنا بنحاول يعني هو سيدنا الامة دانيال عملنا اكتر من دور رعاية للمسنات والمسنين في المعادي في قبرشية المعادي فكانت دي كلها متميزة بان سيدنا بيحاول ان احنا نوفر للمسن اكتر حاجة ممكن يكون محتاج لها فاحنا بالنسبة لنا هنا المسنين بين قسم القسمين قسم بيبقى تقريبا مش مدرك خالص وقسم تمام حل وكويس كويس يعني بيفكر كويس بيتعامل معانا كويس يعني الدار هنا متقسمة جزئين جزء يعني للمسنين للمسنات الطبيعيين خالص نفهمش معندهمش مشاكل من ناحية الزهايمر او الزكيرة او الكلام ده وجسمتين بناخد الناس اللي هي بيبقى عندها زهايمر بس بتبقى فاكرة يعني احنا هتشوفوا معانا كمان واحدة ناس اللي عندها زهايمر لكن هي كانت موجهة موسيقى فبتعزف انت عمري وبتغني انت عمري لكن مش فاكرة لكن فاكرة ده الحاجات اللي هم فاكرينها احنا بنحاول نأكد عليها بالنسبة لللي هم عندهم حاجات في الزكيرة لكن الناس الطبيعيين اللي هم بس كبار برضو في السن من الصغيرين فما بنقدرش نعمل لهم نشاط رياضي ولا حاجة لكن بنعمل لهم درس كتاب كل يوم الصبح بيبقى في درس كتاب واحدة من المسنات هي اللي بتعمل درس كتاب وبتشرح لهم وبتقعد معيهم بيطلعوا بعد الدهر على روف هنا بيقولوا ترانيم وحاجات كده وبنلعبهم مثلا بازل كوتشينا دومانو أي حاجة كده من الحاجات اللي العربية ده الكلام ده بيحصل أستاذة مونة في الكسمين سواء الكسم في مشكلة في الزكرة والكسم العادي ده لكل بس درس الكتاب لأ للكسم العادي لأنه هو اللي بيبقى مدرك التاني بنخليه يقعد بس مش بيبقى مدرك الحاجة اللي تدري هل يا أستاذة مونة بيكون في زيارات من الأهالي لزويهم هنا المسنات أو طبعا لو حد مثلا تأخر مثلا عن والدته بيكون في اتصال مثلا مع الأهل يعني ماما محتاجة تشوفك أو ماما نفسياتها مثلا تعبان شوية يعني بيكون في تواصل دايما مع الأهل احنا عندنا اتصال تقريبا يومي كل مشرف الدور بتبقى عارفة اللي هتتكلم معاين لو هنغير في الدواء لو هنجيب دكتور لو هنصورهم هما بيأكلوا بنصورهم وهما بيبقوا قاعدين في الروف أو كده بنصورهم ونبعادهم لولادهم عشان يتطمنوا انه ماماتهم كويسين يعني مش مش تعبانين في حاجة ولما بيكون في زيارات ما فيش كورونا بنفتح الزيارات بتبقى هنا في الروف أو في المطعم تحت ما بنطلحهمش بس القول علشان ما نزعجش بقية المسنات فبيبقى الزيارة محددة بس يا في الريسيبشن تحت يا في المطعم يا في الروف نشهر حضرتك جدا على وقت حضرتك وشكرا على استضافتك ولينا النهاردة في الدار احنا بجبن لما تشرفين بيك واهلا بيك واشكرا ليكي شكرا جزيلا كان معانا نهاردة أستاذة مونة فوزي مشرفة إحدى دار المسنات بالمعين خلونا نطلع واصل ونرجع لكم بيك اشتركوا في القناة زي ما شفنا النهاردة كان يوم فعلا مليان باللقاءات وكانت لقاءات كلها جميلة وكل لقاءة أجمل من تاني بدينا بنيافة الحبر الجليل الأنبة دانيال وتطرقنا للقاءات أخرى كانت مع خدام وكانت مع مشرفة الدار كان لنا لقاءات كمان وكنا شعدة بلقاءات مع المسنات هنا في الدار ياريت تكونوا استفدتوا وعرفتوا ولو حتى جزء بسيط ازاي نقدر نتعامل مع كبار السن اللي بيكونوا معانا في البيت ازاي نقدر نهتم بيهم ونقدم لهم ولو خدمة بسيطة واحتياج من احتياجاتهم الكتير مش بس كمان الاحتياجات الصحية والاجتماعية لكن مهم جدا ان احنا نتعرف ونعرف ازاي نتعامل معهم نفسيا لان المسن هو ازاي كان انسان صاحب قرار هو اللي كان مسؤول عن العيلة هو اللي كان ليه نشاط وبيخدم وبيروح شغله ومرة واحدة لقى نفسه هو قاعد مش قادر حتى يخدم نفسه فبالتأكيد حالته النفسية بتكون مختلفة وطبعا كلنا بالتأكيد مش هنقول ان ده واجب علينا ان احنا لازم نخدم اهالينا كبار السن لكن ده وصية كتابية الكتاب قال لنا وربنا وصانا وقال لنا اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض فسعداء جدا بوجودنا معاكم النهاردة وحلقتنا اللي اكتر من رائعة ويا رب تكونوا استمتعتم واستفدتم كمان بحلقتنا وتشوفكم في حلقة جديدة وبرناماتكم ماني اگهزي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة